أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرأوكم أعزائي المشاهدين خلونا أرحب بالأساتذة الكبار الأستاذ جمال الزهيري إزاكي أستاذ جمال كابتن إسلام إزاك عامل إيه الله يحب أيضاً الأستاذ محمود صبري إزاكي أستاذ محمود بشرفه النوم حبدأ بوجهة نظر حضراتكم فيما حدث اليوم من بيانات النادي الأهلي الحقيقة هو يمكن أن الجمهور كان مستعجل قوي عاوز مجلس الإدارة يأخذ موقف مما حدث في مباراة الهلال والحقيقة أنه مجلس الإدارة كما عودنا إحنا متعودين على النظام ده أنه بيدرس الأمور بشكل هادي بعيداً عن الإنفعالات لأن فيه فرق بين أنك تكون متحمس يعني عاشق ومتحمس وبين أن أنت تبقى مسؤول فطلعت النهاردة البيانات أو القرارات موجهة إلى جهات عديدة رقم واحد للتحدى الأفريقي الكاف لشرح الملابسات وشرح أن مثل هذه التصرفات لها سوابق قبل كده حصلت برضي مع النادي الأهلي من الهلال وأيضاً بيان آخر أو خطاب آخر مرسل إلى وزير الخارجية السيد سامح شكري وأيضاً إلى المجلس الأعلى للإعلام خلاص يبقى أنت كده كإدارة كنادي عملت الإجراءات المطلوبة تماماً قواعد أو أي أسس إحنا متعارفين عليها صحيح وأعتقد أنه ما فيش أكتر من كده حاجة ممكن تتعمل أنت بتضع كل جهة أمام مسؤوليتها يعني بتضع كل جهة من الجهات التلاتة أمام مسؤوليتها إنما أنا الحقيقة اللي عجبني أكتر كمان في نفس الإطار ده مقال لزميل اسمه الأستاذ ياسر قاسم في صحيفة صحيفة المسع طبعاً لا في صحيفة البيان هو سوداني أستاذ ياسر قاسم غير زميلنا وصادقنا يعني هو كتب مقال باعتباره هو سوداني الحقيقة وضع إيده على أمور كثيرة في أزمة التصرفات اللي حصلت من إدارة نادي الهلال السوداني وجماهير الهلال الإدارة هناك هي التي شحنت الجماهير رغم أولاً في مخالفة واضحة بحضور الجماهير حتى لو كان عددهم 500 ألف إنما في قرار بإن المباراة تقام بدون جمهور وبيلقي بالمسئولية ودي نقطة مهمة جداً على إدارة الهلال السوداني ورئيسه اللي هم سخنوا العملية جداً وحسسوا الجماهير السودانية إن الآلي هو اللي طلب إقامة المباراة بدون جمهور لم يكن هذا هو طلب الآلي لم يتدخل من قريب ألم البعيد والقرار متخذ من فترة لكن عارف أنت عملية الشحن بقى هي اللي وصلت الأمور إلى أن بعض الجماهير تبتدي بعض الجماهير بين قصين المتعصبة المتعصبة لأنه ده بعيداً تماماً عن العلاقات الأخوية طبعاً العلاقات الأخوية بين الشعبين السوداني والمصري دي لا يمسها ولا يؤثر عليها تصرفات قلة صحية لا يمكن وأيضاً الجماهير الأهلي والإلال طول عمرهم بالعكس أنا أريد أن أقول لك أن الأخ ياسر ذكر الناس في وقاله في صحيفة البيان بعلاقات تاريخية بين الأهلي والإلال وستظل يعني حاجات قديمة جداً من أيام الكابتن صالح سليم وكيف كانت العلاقات لكن الغلط غلط والغلط الواضح يا أستاذ برحمود غلط واضح وكان أو يعني بعد صدور هذه الخطابات للكاف وللسيد سمع شكري ووزير الخارجية ومجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعتقد كده المادي الأهلي دائماً ما يتبع هذا الأسلوب المحترم في اتخاذ أو أخذ حقه طبعاً وده مش جديد على الأهلي يا كابتل الإسلام هو الأهلي برضو المشكلة الناس عاوزة توصل إحساس طبعاً مع الحماس والمفعال والغضب والمشاهد اللي تم نشرها عبر فيديوهات قصيرة جداً أصارت حفوزة الجميع لأنه لا تجد جمهيل الأهلي مبرر لحالة العداء حالة الشحن المبالغ فيها ويمكن قال زي ما قال الأستاذ جمال في المقالة النشر الأستاذ ياسر آسم الزميل يعني السوداني في صحيفة البيان ربما عرج إلى نقطة أساسية وفي غاية الأهمية كاشفاً لب الموضوع هو تضليل جمهيل الهلال السوداني بالإحابة أن الأهلي يملك قدرة القرار في الاتحاد الأفريقي كان عمل كان يصطيع النادي الأهلي أن يحمي نفسه لا أن يحمي نفسه في كثيراً من المواقب في اللي حدثت كان يصطيع الأهلي كان يصطيع الأهلي لا كان يصطيع الأهلي في يناير 2020 أن يكون صاحب قرار بعد مشهد المرعب اللي مرت به البعثة في حضور رئيس النادي في أستاذ أم درمان ولما يتكلم كان فيه أعداء كابتن محمود معه جيل بتاعه من الهلال كانوا موجودين معاه وعملنا تكريم أو اتعامل تكريم أنا أقول لحضرتك المسألة القضية من وجهة نظري كمتابع ومشهد مرعب أنا شفته حتى قبل المباراة هناك ترويد لحالة من الشحن لأصابع تشارك من هنا أيوة من هنا وهذه الكارثة للأسف يصمت الجميع ولا ينسى ما حدث في 2018 عندما زور أحدهم متمسينا بل فاق الشيطان في حد نفسه خطابا مضليلا لشحن جمهير الترجل التونسي وهو الآن كل يوم يظل علينا في الشاشة الدعي المسألية ولم يحاكم ولديه من الجرائم وحاول أن يشحن أيضا جمهير في أكثر من الموقف في مباراة الهلال التي حدثت فيها الشحن وفي مباراة الرجاء في المغرب نفس الشيء نفس الموضوع عاوز أقول لحضرتك على حاجة لا تلوم الأخو المتعصبين في السودان لما يحدث الآن أنا عاوز أسأل سؤال للسادة الذين استضافوا نا مساعد رئيس مجلس إدارة الهلال السوداني تم استضافته على مدار كل القنوات ويوجه حملات وتشويه للأهلي دون أن أرد واحد بكلمة إيه الحنية دي يا جماعة إيه ده يعني عاوزو في المشهد إيه الحنية أنتوا بتعملوها دي هل في حد مثلا هل هذه هي أنا معرفش حضرتك اللي تعرف ماليش يا سيد محمود بعد إذنك بس عارف سنة عتمل بس كمتي عاشة خاطر هل من المنطق إن هو يطلع يقول لك والأهلي هو اللي هدى القرار الكاف وإنت تسمع له والتاني يقول ليه ما أنتوا قبل كده تسو الجمهور نزل إيه أنا صلى ما عارفش إيه 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 السخافة دي هل هو المقصود ضرب الأهلي لن تستطيعوا ضرب الأهلي لن تستطيعوا مهما هتعملوا ومش هتقدروا لأنه هناك يا جماعة مش ياخدين بالكم قوة ناعمة يحميها الله أولا سبحانه وتعالى ثم جمهوره لكن المقصف أنا ما قدرش أنوم اللي أخوة في السودان على الحالة وأنا عندي هنا بصديف ناس بديها الفرصة وبأنشر لها وبأعمل لها مادة يومية النهاردة لما قناة نادي منافس تظل على مدار ساعتين تنشر بصورة مريبة تكلمني ماذا يحدث يعني أنا لو حصل لايب منادي مصري هذا التصرف يا خناها يكون في الحفر يا أستاذ محمود أنا قلت الكلام ده في المقدمة أنا قلت طيب ما فيه هناك مشاكل كثيرة جدا في ما يخص الطايرة مع المشرف اللي حم عندهم أنا أول مرة أتكلم في هذا الموضوع النهاردة أو قلت وعلى فكرة أنا عندي تفاصيل أنا أنا شخصيا عندي تفاصيل تفاصيل في مواضيع كثيرة جدا تخص هذه الأمور أنا مالي تكلمش عنها مش شأني يعني لأ وجمهور الأهلي ماله مالك يعني أنا دلوقتي طالع أخاطب جمهور الأهلي أروح أقول له النادي اللي مش عارف إيه بيعمل إيه ولي عنده خناقة إيه ولا من عمل عقد إيه وقال كم بيضحك عليكم بيقول إيه لأ طبع من المنطق إن احنا يصل بنا الحال إن احنا الناس طعا تضحك علينا يعني الهال المنافسة تخلينا إن احنا ندي فرصة للآخر أو لأطراف ما تدخل بنا طرف نحنا يصل بنا لأن احنا نشمت في بعض ونتمنى إن احنا كن فرقنا ولعبتنا يتعرضوا للأزم هل من المنطق لو كان مثلا أحد اتجاه أو الناس خالي اتجاه إنه مثلا بعثة الزمالك الإسماعيل أو المصر أو أي فرق تاني يتعرض لأي مشكلة أنا هشجع جمهور الأهلي وأشجع غيره إنه يشمت ويفرح إن المسألة الهدد مصيبة يا جماعة بأمانة شديدة مشهد إعلامي مرتبك مشهد حزين ليه يا جماعة على فكرة الأخوة في السيدان بتحقوا علينا بتحقوا على المشهد اللي انتوا شايفينه مش يعني تعتقدوهش إنك إنت لو بتساند الهلال وموقفه وتبرز لعروينه إنك إنت انتصرت لن تنتصر على الأهل إذا أردت أنت انت انتصر على الأهل انتصر عليه في المساطين الأخضر لن تستطيع أن تهزم وتغير سيبقى الأهلي دائما ولا لك هون بإذن الله رقم واحد رقم واحد بانتزامه بأخلاقه العالية بالترفوع عن الصغير هو ده البطل البطل وأنا عاوز أقول لك هو وضوء إدارة الأهل ورئيس نادي الأهلي ما خدش قرغل لما سمع من البعثة ده سمع من البعثة أو سمع من رئيس البعثة اللي كان موجود وسمع المشهد تقارير تقارير يعني أنا عاوز أقول فكرة يا جماعة في حاجات لم تقال طبعا احتفظ بيها النادي الأهلي لنفسه تصرفات حدثت لم تقال ولن تقال ستقال في الغرف المغلقة أيوة لكن هل إحنا من المطالب إن إحنا نشحي ونعمل حالة عداء إحنا بنقول لرئيس الهلال السوداني شكرا عن أنت عملته والنواب بتوحك متشكلين جدا وعلى الإعلام وبتاع كل قانون متشكلين جدا ناسين وإحنا مش هنرد عليكم دلوقتي الرد هيكون في الملعب ومباراة اللي جاية ونقول لك مرحبا الرد من خلال الملعب ونقبلك بالورود وعلى عينة وعلى رصلة لأن العلاقة اللي بيحاول يفسدها البعض ويخطط لها البعض ويستغل حالة الارتباك في المشهد العام مشهد الرياضي تحديدا هدفا واضحا أعاوز أقول حاجة والله الشيطان يقف خاجلا مما يحدث لضرب هذه الأواصر بهدف عشان مباراة كرة خدم والله عيب أن يصل بنا في هذا الوقت بدل من كل حوالنا بيلتف وارتبط أن نحن نعمل مشكلة مع السودان السودان علاقتنا بيها أقوى من أي حد ومش هنسمح أن نهزاء عشان مباراة يا جماعة صمتي واحترامي للآخر مش ضعف والله الضعف أننا نفعل واخضب وكسر وعمل ده ضعفي لكن قوتي فإننا شايف أنه علينا نهدأ لأن العلاقة مع السودان أكبر من أي مباراة ومن أي أحداث أخرى يا جماعة فيه أواصر فيه أواصر دم وفيه أواصر تاريخية وفيه كلام كذلك جدا لا لا عمرة هذه العلاقة لا لا يا كابتل السلام لا 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 أنا بقال بحضرتك من فضل من هنا إن عاوزك أن تتبنى للقضاء على الفتنة قبل أن تقبل لأن الخطر ذاه وإنت عارف أن الموضوع بوضار وبحنكة وكشفته التويت الشهيرة إهداء الفوز لمين وإهداء الفوز مش عارف لإيه المشهد واضح يا كابتل السلام بأمانة شديدة وأقول للأهلي ومجل صدرته ولعبته مباراة خسرناها لأننا نستحق أننا نخسر لأننا خلطنا وكونناش في حالة تركيز وهي دي الرياضة لكن الرد والرسائل لازم تكون من المستطيل الأخضر وأقول إن أنا رقم واحد في المجموعة إن أنا عندي مباراة أركز فيها عندي ما مشيشي وراء الانفعالات عشان ندعمل نقط في الدوري وأروح في هنا وأشتغل لأ هتركز في الملعب أشوف أخطاء عامل إيه الجمهور يدعم ولما تيجي مواجهة الهلال إن شاء الله هنستقبل مستقبال الأخوة هنستقبل كل اللي حصل والملعب هو الفيصل بزبط كده لو هو أحسن في الملعب يكسب ما عنديش مشكلة زايتها هنتكلم إحنا مع فرقتنا ولكن لو إحنا اللي في الملعب أفضل هنكسب خلاصة الأزمة أنا أحيل كل المشجعين في الهلال وفي السودان الشقيق إلى مقال هذا الإنسان اللي أنا بعتبر آه اللي أنا بعتبر أنه قال شهادة حق يعني هو لما يقولك كمان واضح أن المسؤولين في نادي الهلال لا يعرفون العلاقة التاريخية بين ناديهم والآل المصري وهي علاقة ضاربة في الجزور وإلا ما تركوا الحبل على الغارب لكل من هبه وده معلش أنا بقول نصها ليه لأن ده مهم جدا ليفسد تلك العلاقة وقال بالضبط الهلال يا سادة خرج منه سليمان فارس أول محترف سوداني في الأهل المصري وأول من نال لقب الساد العالي ولكم أن تعلموا يا من تسمونه مسؤولين النادي الهلال أن الراحل صالح سليم الرئيس التاريخي للنادي الأهلي عندما ذهب له وفد الهلال لدعوته لدعوة الأهلي لزيارة السودان طلبوا منه شروطه للزيارة قال لهم عندي شرط واحد سوف أحضر مع الأهلي بنفسي وشرط الوحيد أن يكون في استقبالي في المطار كابتن الهلال والسودان صديق منزول وقد كان يعني ما قالوش أي شروط غير أنه فيه صديق هو عايزه يبقى موجود راجل هو يحتفظ بعلاقات طيبة إذن العلاقة بين الأهلي والهلال وبين الشعبين المصري والسوداني فوق كل محاولات سنة 2020 يعني زي ما قلت لحضرتك كابتن خطيب لو تتذكروا هذا التفقيد كانت برضو الأمور سخنة متوترة ومتوترة جدا وبعد كده كابتن خطيب كان ظهر وجعه لو تفتكروا الفاتر لم يكن شيء مفروض حييجي ولكن أصر على أن يكون متواجد أو كرئيس للجهثة واتفق مع بعض المتواجدين في الجيل أو قدامى الهلال السوداني اللي موجودين في ذلك الوقت وقعد معاهم وعملنا حفلة تقريبا في السفارة أعتقد حاجة كده وحتى كنا قناة الأهلي مصورها ممكن نجيبها لحضراتكم بكرة لكن أنا ده أصدي أنه هذه العلاقات ستظل دائما علاقات راسخة ولكن هناك بعض المتعصبين اللي يوصلونا لهذه المنطقة اللي عمرنا كنادي أهلي هي أزمة مفتعلة وسيئة جدا والحقيقة لا يليق بمن أشعلوا هذه الفتنة أن الكلام ده يحصل صحيح صحيح يعني حرام بكل المقاييس لأن علاقات الناس مع بعضها مش ستظل دائما هذه العلاقات ما هيش مجال للوقيعة والفتن مباراة اتلعبت والهلال الهلال كسب المباراة ألف مبروك صحيح ما فيش مشكلة وهناك لقاءات أخرى هناك لقاء قادم سيكون الرد في المرأة وستظل اللقاءات دوما طول عادي جدا طول الحياة يعني الهلال حيلاقي الأهلي والأهلي سيلاقي الهلال فهي القضية مش قضية مباراة القضية قضية إشعال فتنة في وقت مش مطلوب لا لا مش مطلوب خالف لا مسؤولي نادي الهلال يجب أن يعني أنا لاحظت أن رئيس النادي بيقول بيشعل ونائب الرئيس بيحاولي هدي يعني نائب الرئيس لا 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 أنا أنت أضرب بصو أنت لاقي لا أيوة نائب الرئيس طلع يقول لك نائب الرئيس طلع يقول أنا مش أشتكي النادي الأهلي مش حرصا على العلاقات التاريخية بدلا من أنك ما تشتكيش النادي الأهلي كنت أنت من البداية كمجلس إدارة ما تعملوش اللي حصل وما تشعلوش الفتنة وأنا بوجه كلامي مش لجماهير الأهلي فقط أنا بوجهه لجماهير الهلال والسودانيين المقيمين في البلد أنهم عارفين جيدا مدى حب الشعب المصري ليهم فدي مش مجال هي مباراة انتهت هذه المباراة وهناك بعض المتعصبين اللي ساهموا في إظهار النادي الهلال بهذا الشكل أمام الناجد الإعلاميين وبالتالي النادي الأهلي بيقدم شكاوى في الكاف ضد هؤلاء عايز الحق النادي الأهلي ياخده وحق بعض اللاعبين اللي حصل زي ما تقال طبعا والحقيقة برضو أخذ رأيكم في هذا الأمر لأنه أنت لما بتيجي دايما أو بتتعامل أنت بتتعامل كسفير يعني أنا لما بمثل النادي الأهلي في أي مباراة رجابة عامل كسفير فمهما حصلت معايا أنا أنا علي لطفي نجم نادي الأهلي لا بالعكس أنا شايف تصرفه رائع مش ضعيف رائع لأنه هو لو كان بيمثل البلد عارف لو هو كان ما هو أنت برضو ما بتعجبش حد بمعنى إيه الشناوي يتنرفز إزاي الشناوي تنرفز علي لطفي ما تنرفز إزاي ما يردش أنت فهم قصدي يعني أنت مش لاقي طريقة يعني لا لا بس الأصول واضح الأصول واضح هو مرضيش يرد ليه لا حضرتك أنا لو أنا شخصاني يا سيد محمود لو تحقق في هذا الموقف أنا لن يعني عمري ما حتواصل أن أنا أوصل أولا مش حوصل نفسي أن أنا حد يعمل كده لكن في الآخر طالما هو عمل كده أنا عمري ما هعمل زيه بالزبط أنا هعرف أخذ حق إزاي لأن أنا أعلم تماماً لأ أنا أعلم تماماً أن أنا نادية هيجيب لي حق مليون في المية وده اللي حصل أو ده اللي بدأ يحصل ده اللي بيطالب به النادي الآلي دلوقتي كابتل الإسلام ما حاوز أقول لك إنه بأمانة شديدة يعني الواحد في حالة زهول ليه النادي الهلال مصر يعني منتسبي وبعض جماهيره وقدرته منتصرين تعملوا أزم مع الأهلي مع كامل احترام مليك يعني أنا مش حاوز أقول لك كلام ما تزعل مني طبعاً الحسد والغيرة والكلام ده كله ده معروف الحسد وغيرة طبعاً لازم الناجح يعمل كده فلازم أعمل يحاول يعمل له مشكلة هي البطولة كده ولكنهم ليسوا أعداء لا مش بسألة أعداء لا المسألة دخلة في سكة للبحث عن بطولة يعني إيه أنا هكسبك وممكن أضربك واعتدي عليك وده كان بيحصل ما أنا قلت أنا شخصياً كلام ده بكذا أنا شخصياً كلعب كرة قديم يعني لعب ضد الهلال وأنا بلعب في الأهلي كانش بيحصل المشاكل دي لا 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 ولعب ضد الهلال وأنا بلعب في أدي أخر لما كنت بلعب في الأهلي كانت المباراة مختلفة تماماً عن بقية المباراة خلي بالحضرتك يعني وأنا في الأهلي وبلعب ضد الهلال الاستاذ مليان وكذا وده البطل يا كابتة الإسلام نعم الهزيمة الفوز على البطل طبعاً تصوي بطول حد ذاتها أنا بوصله عملي قسها على حسابات تانية داخلية في البعض الأندية ترى الفوز على البطولة بالنسبة لي وانتهى صحيح إحساس لكن الحساب بالبطولة الأشمل أنك تبقى بطل للأبطال وتصدر المشهد دي لها حسابات تانية المؤسف البحث عن دور وتشويه وحملة تشويه جماعة قسم بالله لم أراه ولم مشاهدة لا أجد مبرر سوى إحداث أزمة واستغلال ظروف تمر بها السودان والمشهد اللي انتوا شايفينه مش عاوضين نخش في كلام كتير لكن لا هناك من يخطط ليقع أزمة حقيقية من دواعي ما حدث الناس بسط على منظر الشناو هو منفاعل وما سألتش الشناوي فعل ليه والشناوي دوره ما بينباعك يا جماعة محمد الشناوي لاعب من اللعبة يعني عاوز أقول أقدر أقول كلام فيه أنه صعب جدا تنرفزه من حالة الأدب والالتزام والهدوء حتى لو غلطاء حتى لو غلطاء يعني موقف في غير الصعوبة يعني إزاي يعني إزاي يحصل المشهد ده وإزاي الحكم يضرد الطبيب ويقعد في الملعب وعلي لطفي ريح بأمان يتكلم عن ناس بعتيبهم يدي ظهره يتعرض لعملية خيانة يعني هل ده من المشهد هل ده هو المشهد القناة المنافس عايزاه يعني ده عجبكم أنت فرحانين يعني مثلا يعني ما تحصل عندكم موقف أو مصيبة مثلا هيبقى المشهد إيه هارفض هذا لا 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 هارفض هذا الكلام عمري ما عامل كده ما أنا بكلمك هارفض هذا الكلام الأهل بيقام ركز في نفسه صحيح مالوش دعوة بحد صحيح نادي الأهل نا ما أنا بقولي هارفض وأنت تعلم مالوش دعوة باللي بيجرى براه النادي الأهل عنده أهداف أنا ببص على نفسي أيوة أخطأي فين هروح أحاول أصلح أهدافك أصبح مصابي قاعد فده خطأ أحاول أخلي الزب كابت الإسلام إيه حالة الشماتة دي إيه الأسطوب الغلط ده يعني في 2018 الأهل سكت ومتكلمش ونتعرض لدي البعثة في تونس الموقف كان هضيع في البعثة تم تسخين الأمور في الهيلة 2020 مع نفس الأشخاص نفس الوجوه ماشي والمحصلة برضه هو البطل ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ الناس على أدبها وأخلاقها طبعا مسألة الأدب والأخلاقها دي مسألة مش مصنعة مسألة الناس بتتولد بيها مش بتتكتسبها ومسئولية لأ مسئولية وشايف مين اللي بيقود وعمل إيه وبيقعد معميل بوجهل وإيه يا جماعة يعني يا ريس معانيش يا ريس اللي طمح فينا اللي برة عشان الوضع اللي انت شايفه تعليق بس صغير دائما دائما النجاح لو ضريبة وانت لما بتبقى الأول في الفصل الناس كلها بتحبك طبعا لا هتلاقي ناس متضايقة منك ازاي ده يعني وانت مين يعني عشان تبقى الأول كل سنة يعني بقى أنا بتكلم والله العظيم مثال بسيط لأنه انت مش لازم كل الناس حبك ما هو فيه أسباب ممكن يكون فيه أسباب مش منطقية ممكن واحد ما بيحبكش بس ما بيحبكش عشان انت كويس مش لازم ما يحبكش عشان انت وحش فانت مش هتشغل بالك بالمعادلة دي لأن هي معادلة ما لاش حل يعني دي جواك جوا نفوس دي نفوس بقى مش هنقدر مش هنقدر تسيطر يا أستاذ جمال يا أستاذ جمال المشهد ده ما هو ده دروس للأهل طبعا دروس للإدارة ودروس للعيبة طبعا لما تجيلك الفرصة لما تجيلك الفرصة لابن نديك الفرصة تخلص خلص هي فرصة للعيبين كمان لمعرفة ايه قيمة الفرصة أنا هنا بتكلم بقى في الناية فرصة ضايع ايه فرصة ضايع قيمة الفرصة بقى احنا قلناها قيمة الفرصة دي حاجة مهمة جدا 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 لأنه في النهاية أنا خلصت هذه المباراة وانتهت هذه المباراة أنا راجع بكرة على مباراة أقل من 14-15 ساعة وحتلعب هذه المباراة أستاذ جمال أخذ رأيكو سريعا في مباراة الأهل وأسوان شكرا سكابتل اللي إحنا يعني حكرر اللي إحنا اللي أنا شخصين بحذر منه اللي هو بعد العودة من بطولة كأس العالم بيحصل شوية يا إما إرهاق وإجاد زهني يا إما عدم تركيز يا إما عدم اهتمام بالشكل الكافي لأ أنا بقول إحنا نتعلم من مباراة الهلال إن أنت دي ما تتكررش تاني قيمة الفرصة أه ودي ما تتكررش تاني نعم نمرت اتنين الدوري بقى وده اللي أنا بنقوله دايما إنت راجع أهم حاجة وأنا قلت ده قبل ما نروح كاس العالم الأنداق قلنا إنه الدوري هو الأساس لأنه الدوري ده اللي بيبتدي لك دورة جديدة صحية يعني لفة تانية هو وبطولة أفريقيا كاس العالم الأندية أنا شخصيا بعتبره ختام للموسم للموسم وللطموحات كمان مش فارق يعني تحقق مركز تاخد البطولة ما تاخدهاش مش قضية هي مكافأة هي مكافأة وفي نفس الوقت لو قدرت تتحقق النتيجة كويسة خير وبركة لكن أنا بقول إنه الدوري العام وبداية من مباراة أسوان أنت أمام تحدي مهم جداً لكل اللعيبة بنقول عشان ما يرجعوش بعد ماتش أو اتنين نبكي على لبن مسكوب أو فرص ضائعة لازم الاستغلال الأمثل لكل الفرص المتاحة طبعاً مباراة في غاية الأهمية مباراة صعبة جداً مباراة أسوان مباراة مسهلة وعاوز أقولك الحاجة إذا لم تستفد من الفرص صلاة ستولح لك في المباراة الغد هتدفع الفطور طبعاً لابد أن تنهي المباراة مبكراً يعني لابد أن تحكم أمرك زي ما احنا قلنا أنت لازم تفرض صيدرتك على المنافس إذا أنت تركت المنافس يجرجرك هيقضك في حتة مش تقدر تلجع فيها الحاجة الثانية وطالب الجهاز الفن والجهاز الإدال ومخاطبة اتحاد الكورة بإقامة أكثر من 3-4 مباريات للأهلي في الفترة اللي جاية في النهار في ساعة ثلاثة لازم نعيب تتعود لأنك هتلعب مع صندوق في الساعة ثلاثة هتلعب مع فريق القطن الكاميرون هتلعب ممكن الساعة ستة لكن فيه بعد كثيراً إن شاء الله بنا كرم وكملنا إن شاء الله مثل الله تعالى لدور التامري هتلعب لابد أن تتعود على اللعب في الفترات دي لأنه خلاص ما عادشي كمحترف ما عادشي عندك المفروض المبررات إعلام يعود الجمهور يتقبل جزئية بعض المبررات غير مقنعة ليه؟ في ظل أنه الإدارة مفرالة كل أدوات النجاح اللي أنت عايزها نقل خاص كل حاجة المفروض اللعيب يكون على قدر المسؤولية ولما تجيلك فرصة ما ينفعش ما ينفعش لما ديجي تحسن في الفترة اللي فاتت في كل اللقطات بعد داعت فرصة انفراد في كل مبرارة يتنقلب المبرارة عليك يعني إيه؟ لما تفقد السيطرة والثيقة في نفسك في لحظات تيجي هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة تلقى المشهد ايه؟ عمال يحصل لك العكس بعمالة شديدة كابتن إسلام الهدف هو الضغط على الأهل الهدف هو إفشال مسعي للعودة ناحية مسابقة الدوري واسترداد لقبه والمفضل أو حتى أفريقيا أنا عاوز أفشلك فهعمل لك إيه؟ ها؟ هعمل لك شوشرة وجرّك أنت تجريت بالتكتيك اللي يتعمل بالمشهد اللي أنت شايفه دا أنت تجريت وكان لعيبة لابدو كن عندها جهزين وعندهم استعداد نفسي لأنه مهدئهم من الخبرات ومروا من التجارب ما نعمل ليه الفرقة المبتدة الأول مرة تشارك في أفريقيا وتشوف المشهد لازم تبقى عامل في حساباتك أنك أنت الأهل رقم واحدة هتتعرض لكل أنواع الضغط والابتزاز سواء داخل الملعب خارج الملعب للضغط عليك لتشتيتك لعمل كل الكلام دا دا شيء وارد خلاص ما عادش فيه والاتحاد الأفريقي أتمنى الاتحاد الأفريقي يكون شاف ومراقب المبارا يكون كتب يعني وقعت اختحام تدريب الملعب بالشماريخ وقف غاية الخطورة كانت تتوجب عليها حسابات تانية والتحاد الأفريقي اللي تم تكسير قراره بحضور أكتر من ألف مشجع وقيامهم بالسباب على مدار تسعين دية للآهل وجماهيره والإدارة بالكلام دا الصفحة الرسمية للهلال اتكبت جريمة جريمة لابد أن يحسبوا عليها حساب عسير ليست الصفحة الرسمية ولكن هي صفحة الجماهير الرسمية أو صفحة الجماهير الرسمية فيها كلام صفحة الرسمية للناس ولم يصدر لما رئيس الهلال ولم المسئولي ولا ما يحد لا اعتذار يعني عاوز أقولك إيه هناك حالة رضا والمشهد لهم حاجة أنهم كسبوا البطل فيرون أنهم خلاص أرضوا من كلامه اللي أنت بتسمعه هذا هو منتهاهم وهذا هو أملهم حققوا الأمل ولكن سيبقى بإذن الله الأهل هو البطل سيستمروا إلا فعن بطولاته وعن تاريخه رغم كل اللي أنت شايفهم دول هي مجرد وده مش كلام للاستهلاك يعني مجرد كابوة يعني أنا بعتبر زهو بعفن جات لا حتى الهزيمة مجرد كابوة إن شاء الله الجماهير بتنتظر الجديد والحفاظ على المكتسبات اللي بيحققها النادي الأهلي سواء على مستوى الدوري العام أو على مستوى دوري أبطال أفريقيا وسيظل دائما النادي الأهلي لقم واحد دائما إن شاء الله ده وجهة نظري في هذه المباراة عموما بكرا إن شاء الله كالعادة مباراة النادي الأهلي وأسوان في تمام الساعة ثالثة إلى ربع هذه المباراة ستقام على استاد أسوان قبل المباراة بساعتين دائما سيكون مع حضراتكم للستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي لنقل كل الكواليس الخاصة بهذه المباراة شكراً جزيلاً يا أستاذ محمود على وجودك معنا أنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً وغداً حلقة جديدة من البيت كبير